الدرس ثمانية العنصر ومخطط المجموعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي التلاميذ أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع العنصر ومخطط المجموعة إذن دعونا نبدأ ونستكشف معا أستكشف أكون ثلاث مجموعات المجموعة الأولى مجموعة الأمتعة وحقيبة السفر حقيبة السفر الفستان الجوارب المجموعة الثانية مجموعة الأدوات المدرسية المحفظة الكتب قلم الرصاص المبراة المجموعة الثالثة مجموعة النقود والحصالة أتدرب 1- ألون عناصر مجموعة الحيوانات التي تبيض الحيوانات التي تبيض هي السلحفة العصفور الدجاجة 2- أحيط بخط مغلق عناصر مجموعة اللعب التي بها عجلات اللعب التي بها عجلات هي الدراجة والسيارة وهي التي سنضعها في خط مغلق 3- أتأمل عناصر المجموعة وأضع علامة X في الخانة المناسبة من الجدول خروف كلب دجاجة قط سلحفة تتكون المجموعة من سلحفة كلب دجاجة إذن نضع علامة X في خانة الكلب وخانة الدجاجة وخانة السلحفة أوظف أحيط بخط مغلق عناصر مجموعة الفراشات الموجودة على يمين ظافر وعناصر مجموعة العصفير الموجودة على يسار ظافر أقيم أحيط بخط عناصر مجموعة المأكلات الموجودة داخل الصندوق عناصر مجموعة المشروبات الموجودة خارج الطبق أحيط بخط مجموعة الفراشات الموجودة أحيط بخط مجموعة الفراشات الموجودة بخط مجموعة الفراشات الموجودة أحيط بخط مجموعة الفراشات الموجودة